أولاً نتكلم النهاردة في قضايا وموضوعات مهمة جداً ودائماً كده لما بيكون معنا الزميل العزيز والكاتب الصحفي يعني أستاذ إهاب القطيب بنتكلم في موضوعات مهمة وبنتكلم في كواليس وأسرار وبالتأكيد هو مطلع وعنده تفاصيل كتير في كل الموضوعات الرياضية الحقلية حتى سواء المطروح على الساحة الرياضية فيما هو متعلق بالأهل بشكل مباشر أو حتى فيما متعلق بالقرى المصرية ولو حتى مع الأهل بشكل غير مباشر أولاً أبدأ الكلام معاه بالحديث عن مباراة مصر المقصة والأهل واللي الأهل فاز فيها وحقها سلسة نقاط مهمة جداً في مشوار الدور العام شفت المباراة إزاي؟ والمستوى الفني لفريق النازي الأهلي وخبرات فيلر اللي وضحت بشكل كبير خلاص بقى في القرى المصرية حتى لو بيبدأ المباراة التشكيل وبيعيد الهيكلة والتبهير في التشكيل الثاني شايف المرحلة اللي وصلتها الأهل مع فيلر في الدور العام إزاي؟ مصر محمد مباراة صعبة جداً تلاحهم المباريات عامل أزمة وأنا شايف أن تلاحهم المباريات ده الأهلي متغلب عليه بشكل كبير في المسابقة المحلية لكن وجهت نظري أنه على الأمد البعيد هيعمل أزمة كبيرة في البطول الأفريقية يعمل أزمة كبيرة لسه ندخل بقى معك في شهر هناير وتلاحهم المباريات وحسم أفريقيا الموضوع هيبقى صعب جداً لأنت تقريباً كل أربع أيام هتلعب ماتش وفي أيام تلات أيام على مدار الشهر بقى بيضغط فيدي ضغط كبير بعيداً عن ده النفايلر عنده مشكلة كبيرة جداً في الإصابات طبعاً قدر له مشاكل فعل في إصابات اللعبة وأخيرهم ساعد سمير اللي بتمندله الشفاء العاجل بعد إجراء الجراحة والساعد ده نقعد نتكلم عليه حلقة سواء من رجلته جدعانته وفاقه حبه للنادي روحه الخفيفة نتكلم فيه للصبح لكن المواقف الصعبة بتخلي الموديل الفني يظهر بالشكل الكبير تختلف تتطفق مع فيلر فيلر في النهاية بيحقق التارجة المطلوب منه بيحقق الهدف اللي هو نزل لعب عشانه المباراة في مباراة المقصة ممكن أنا أختلف معاه في بدايته للتشكيل أنا حسيت أن التشكيل الزبطت لما نزل وليد سليمان وجرالدو يعني الملعب الزبط أكتر اتعدل شوية اتعدل طب هل ممكن كان يبدأ بداه كان ممكن لكن في الآخر طالما حق المطلوب والمستهدف منه هو اللي شاف صح فأنت ممكن تختلف معاه وتتطفق معاه لكن في الآخر في أصعب الظروف في أي تشكيل ممكن يتمثل إن هو بينتقط فيه إن هو لعب دي فتح ناعد شمال طيب معلول ليه بيلعب هافليت والناس نسيت إن معلول لما تعاقد معاه النادي الآلي كان هافليفت منتخب تونس يعني هو ما تمش تطوير أداءه وإن لعب في الزهير غير في الأهلي هو جاي لك هافليفت لكن لعب الحتة دي في النادي الأهلي فالناس بقى بتتكلم على دلوقتي ده هو باكليفت طب انت عطه قدام طب ده هو بيلعبش لا بالعكس ده هو بيلعب دي وقدى دي بشكل كويس كونه إن بيجيد مركز آخر وبيلعب ناحية الشمال وبيخليك حاسس إن الجابهة دي هو شغال فيها بهذا الأداء واخد الخط من الدفاع للهجوم يحسب له ولما يبقى عندك لعيب قدر لكن اللي ما فيه غيابات وانت عايز توظف بعض لعيبة في مكان ناس أقولك طب أفشي طالع لي طب ما انت عندك ضغط المباريات انت خلاص ضمانت نتيجة مباراة فبتريد تغير وعايز تراح لعيبة وبالتالي المباراة اللي جاي هيبقى فيه بعض الأمور في التشكيل من وجهة نظر موديل الفني شايفها وبيترقله إنه ده الأنسب وفقا للمباراة علشان يحقق نتيجة معينة وضغط المباراة الجاي أكتر هيضع ضغوط كبيرة جدا على فيرال فبارات المقبلة